السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اضطرابات الجهاز المناعي فقداء المناعة المكتسبة سيدا امراض متعددة تصيب الجسم فما هو المرض الذي يجعل الجسم عرضة لمختلف هذه الامراض انه سيدا فقداء المناعة المكتسبة S-Syndrome Immunodeficience A-Akiz الفيروس المسؤول عن هذا المرض عن السيدا وهو VH حمد فقداء المناعة عند الانسان V-Virus E-Immunodeficience H-Human كيف يحطم هذا الفيروس الجهاز المناعي؟ نعلم ان اللمفاوية T4 تلعب دورا اساسيا في الاستجابة المناعية المكتسبة بحيث تنتج وصيد كيميائي الانتلوكين الذي ينشط كل من اللمفاوية B واللمفاوية T8 اللمفاوية B بعد تنشيطها تتحول الى بلزميات منتجة لمضادة الاسام في حين اللمفاوية T8 بعد تنشيطها تتحول الى اللمفاوية T قاتلة تابع فاللمفاوية B المنتجة لمضادة الاسام اي البلزميات مسؤولة عن الاستجابة المناعية الخطية في حين اللمفاوية T القاتلة فهي مسؤول عن الاستجابة المناعية الخلوية في هذه الوضعية يكون الجسم أو يتوفر الجسم على مناعها ضد كل عنصر غير ذاتي ويتصدى لكل مولد مضاد لكن في حالة السيدة تهاجم حمد فاش اللمفاوية T4 تدمر اللمفاوية T4 ماذا ينتج عن ذلك؟ فالحال عدم تنشيط للمفاوية B وعدم تنشيط للمفاوية T8 وبالتالي لن نجد للمفاوية B منتجة لمضادة الاسام اي البلزميات ولن نجد للمفاوية T قاتلة إذن عدم انتاج مضادة الاسام من جهة عدم وجود للمفاوية القاتلة من جهة أخرى إذن يصبح بذلك الجسم عرضة لمختلف الأمراض إنه فقد المناعة المكتسبة نتابع آلية قضاء الفيروس VH على اللمفاوية T4 إذن لدينا فيروس VH للمفاوية T4 إذن يتسرب الفيروس VH داخل اللمفاوية T4 يستعمل نواة لكي يتكاتر فعلا إذن تتكاتر حمد VH داخل اللمفاوية T4 ثم تنفجر اللمفاوية T4 وتحرر عددا كبيرا من حمد VH هذه الحمات التي تغزو بدورها للمفاوية T4 أخرى الشيء الذي يفسر لنا تناقص عدد للمفاوية T4 عند الشخص المصاب بالسيدة نتابع مراحل تطور السيدة التطور السيدة في ثلاث مراحل أساسية مرحلة الأولى تسمى مرحلة العدوى وتدوم حوالي 30 أسبوع خلالها نلاحظ بعد تسرب الفيروس تتزايد كميته في حين تتناقص كمية للمفاوية T4 بعد حوالي 6 أسابيع هناك إنتاج لمضادات السام ضد VH إذن إنتاج مضادات السام يؤدي إلى تناقص في عدد أو كمية VH وكذلك استرجاع أو تراجع إنتاج تزايد تزايد للمفاوية T4 مرة أخرى خلال المرحلة الثانية وهي تسمى مرحلة الكمون نلاحظ شيء باستقرار إذا صح التعبير إذن وجود VH كذلك وجود مضادات السام ضد VH إذن خلال هذه المرحلة يسمى الشخص إيجابي المصال يحامل للفيروس دون ظهور الأعراض واختيبار السيدة يرتكز أساسا على إذا صح التعبير تحديد وجود مضادات السام ضد VH نسجل كذلك تناقص نسبي لعدد للمفاوية T4 خلال هذه المرحلة إذن خلال هذه المرحلة الشخص حامل للفيروس دون ظهور الأعراض مرحلة الثالثة قبل أن نمر للمرحلة الثالثة المرحلة الثانية تدوم حوالي 8 إلى 9 سنوات مرحلة الثالثة وهي مرحلة السيدة إذن هناك تزايد كبير في كمية VH تناقص كما نلاحظ كبير في عدد للمفاوية T4 نفس الشيء بالنسبة لمضادات السام نفس الشيء بالنسبة لللمفاوية T القاتلة إذن هنا يصبح الجسم بدون مقاومة وعرضة المختلفة في الأمراض الشيء الذي يؤدي به إلى الموت نتابع إذن مراحل تطور السيدة كما أشرت أتدير مراحل تطور السيدة كما أشرت دخول الفيروس للجسم إما عن طريقة العلاقة الجنسية أو عن طريق الدم أو خلال الحمل الرضاعة أو الولادة تنشيط الخلايا إنجاج مضادة السام ظهور السام مضادة في الدم إذن شخص إيجابي المصال في هذه المرحلة تدمير الخلايا المناعية المساعدة T4 ثم الإصابة B مرحلة السيدة خلال هذه المرحلة يصبح الجسم بدون مقاومة أي عرضة المختلفة في الأمراض حتى الأمراض الانتهازية إسهال مزمين نقص في الوزن مراض السل تشار أورام السرطانية سرطان كابوزيل تهاب سعايا إلى غير ذلك الحالة التي يصل إليها المصاب خلال مرحلة السيدة هذه الصور فهي منتقات حتى لا تتجنب أو حتى نتجنب بطبيعة الحال تأثير على الأشخاص دول حساسية تجاه هذه المناظر نتابع ماذا نقصد بالشخص الإيجابي المصل إذن هو الشخص الحامل للفيروس دون ظهور أعراض وتعتبر هذه الفئة من المصابين السبب في انتشار هذا الوباء إذن الظاهر كما نلاحظ في هذه الصورة سليم ليس هناك أي مشكل لكن ما لا يظهر يشكله كما نلاحظ هو الخطر إذن الشخص الحامل للفيروس دون ظهور أعراض لذلك خلال الحملات التحسيسية بالسيدة يطلب من الجميع إنجاز اختبار السيدة حتى نتجنب انتشار أو نقل العدوى إلى أشخاص آخرين طرق انتقال العدوى من شخص إلى آخر تبين أن الظاهر توجد عند الأشخاص المصابين بالسيدة في الإفرازات الفيزيولوجية الدم، الدموع، العرق، الماني بالنسبة للرجل، الإفرازات المهبلية بالنسبة للمرأة، الحليب بالنسبة للمرأة المرضع لكن ينتقل الزياش بثلاث طرق أساسية عن طريق الدم، كما تبين هذه الصورة، الصورتين أتدير عن طريق الاتصالات الجنسية من الرجل المصاب إلى الرجل السليم من الأم إلى مولودها خلال الحمل الولادة والردع تبين أن مرحلة الحمل الانتقال للفيروس يمثل حوالي 5% خلال الولادة 15% وأثناء الردع 10% متابع طرق تجنب الإصابة بهذا الفيروس لحد الآن لا يوجد تلقيح ضد فيروس سيدة لهدف الوقاية الوسيلة الوحيدة لتجنب هذا الفيروس القاتل كيف ذلك؟ تجنب العلاقة الجنسية الغير الشرعية والغير المحمية تجنب استعمال أدوات الحادة الغير المعقمة إجراء اختبار سيدة لتجنب لقى العدوى للآخرين أدوية المستعملة أو ما تسمى بالعلاج تلاتي هي عبارة عن ثلاث أنواع من مضادة الفيروسات فقط لمساعدة الجسم على مقاومة بعض الأمراض شكرا على انتباهكم درسنا القادم إن شاء الله تحقين الدموي